من البطولة في الماضي إلى استعداد البطولة في الحاضر والنادي الأهلي والعودة للتدريبات والنهاردة على أستاذ التتش الأهلي بدأت تدريباته من جديد بعد راحة لمدة أسبوع الشباب منخرط مع الكبار وعايز أقول بس كلمتين ونصف موضوع خالد عبد الفتاح خالد خلي بالحضراتكم العيب ما عندهش حساباته على طبيعته كده مش من نوع اللي هو عنده حسابات وحاجات بنادم طيب أدي إمامه كهرباء والعلاقة الطيبة اللي كان بيتكلم عنها إمامه هنا أرجع تاني لخالد الحقيقة فخالد بنادم طيب خالص وهو أخطأ لما عمل التهنئة ورجل شالها وحصل اعتذاره على صفحة رسمية بتاعة النادي الأهلي والأهلي كان فيه منتهى الرقي والاحترام لما نشر هذا الاعتذار احتراماً لجماهيره ومشاعر جماهيره التي أوذيت وسبت وتتم التطاول عليها فكان شيء جميل من إدارة الأهلي يعني إنه بتقول الجمهور لا في حاجات إحنا معاكم ينفع يا ابني حتفتصوا يا ابني ده مين اللي حيفتص تحت ده والله حرام عليكم ده كريم الدبيس ده آخر واحد شكله كده عتخذ يعني صح؟ مش عارفين من ده كأيب ده كهرباء وأمام كهرباء وأمام أهوا استنوا خلينا نشوفهم ده حسين الشحات وعمر الساعي وعلقة من حسين لعمر الساعي رامي ربيعة مصطفى مخلوف إمام إمام مكاربة آه ده حسين الشحات آه كده كده بانت حسين الشحات عم خطش بالي إنه 14 حسين الشحات يا نها ربي أمام فتص يا عيني أمام فتص سهلوة أنا بموت في الروح الجميلة اللي موجودة بين اللعيبة دي وديك أدي إيه الحب ما بين الولاد وأدي إيه العلاقة طيب يعني كابتل محمود الخطيب رئيس النادي والأستاذ خالد مرسي مدير الأهلي في الجزيرة الحقيقة وجلسات لا تنتهي ما بينك كابتل الخطيب وكابتل محمد رمضان المدير الرياضي للفريق قليل الكلام كثير العمل والإنجاز الحقيقة وده الحقيقة عامل رد فعلي كويس عند اللعيبة وعند المشجعين وعند الناس فحالة من الهدوء الشديد جدا وتأقلم بسرعة جدا جدا كابتل محمد رمضان معه مش معه اللعيبة مع الأجواء العامة يعني لأن الأمر لم يكن سهلا بعد غياب فترة ليست بالقصيرة العودة والعودة بهذا الحزم وهذه القوة وهذا النجاح وزي ما نشايفين الكابتل الخطيب بالحقيقة ما بيسيبوش معظم الوقت يعني فكابتل رمضان الحقيقة يعني تمام التمام متفولة 14 كالعادة كابتل خطيب معه بعض النقاط وبعض الملاحظات مركز جدا جدا مع الفرقة الحراس مع كابتن ميشيل يانكون طبعا غياب الشناوي مصطفى شبير لوجودهم في المنتخب الشناوي لن يشارك في مباراة بتسوانا بسبب قرار راحته من الأصل وأيضا الحصول على الإنذار التاني في مباراة الرأس الأخضر إجراءات الإحمق دي كلها إطالات يا جماعة شكل الإطالات تغير خالص عن زمان يعني زمان ما كانش كده الإطالات كانت بناء تاني خالص هذه الإطالات و هذه الاستعدادات و هذه التركيز و هذه الجدية عندنا مباراتين خلينا أقول لكم الخبر الخاص بمباراة 26 نوفمبر التي تجمع مباني الأهل و أستاذ أبي جان تمت الموافقة على حضور 30 ألف مشجع يا رب يكونوا حضرين و ديكم شفتوا يا مشجعين لما بتحضروا بتبقى الدنيا شكلها عاملة ازاي بتكسروا الدنيا بتكسروا الدنيا بتسببوا الرعب اللي الجميع يعني أتمنى أنه 30 ألف يكونوا موجودين بمناسبة رامي ربيعا اللي قدامنا في الصورة الأهلي بالفعل بدأ فيه مفاتحته في التجديد عارفين هو صيف العمل قادم بأنتهي تعقوده مع النادي الأهلي لكنه رامي أصبح لاعب لا غنى خف الدم لذيذة جدا في وسط تدريبات النادي الأهلي رامي أصبح لاعب لا غنى عنه في وسط فريق النادي الأهلي و بنتمنى يا رب إن شاء الله لكل ولادنا بقى التجديد والتوفيق في المرحلة القادمة هذا كل مدارة في تدريب النادي الأهلي و بكرة أعتقد سيكون في تأسيمها في تدريب النادي الأهلي ده ما يخص تدريب النادي الأهلي عزائي المشاهدين